اشتركوا في القناة سهلة الكلمة الطيبة دي سهلة طب ما تتكلم كلمة طيبة عشان تبقى كأنك تصدقت محدش بيتكلم كلمة طيبة تبقى لو الوحدة مثلا في البيت مراتك مستني منك كلمة طيبة ما بتقولهاش طب قولها عشان تاخد ما تقولهاش عشان خاطر مراتك قولها عشان خاطر ايه نفسك مراتك ما تستهلش ماشي يعني انت خد حسنات عشان نفسك الكلمة الطيبة وايه صدقة مش قادر تتكلم بلاش كلمة تبسومه كصدقة ما تقدرش تفتح شفايفة كده يعني يعني بخيل بالكلمة وبخيل بالشفايف انك تفتحها ده انت تبقى ابخل البخالاء بقى كده تبقى انت ايه ما تستحقش حاجة خلص الحياة تستحقش ان ربنا بيوصلك بقى انت لما تضحك للناس والناس ياخدوا منك انك انت بتضحك لهم ربنا يلقاك يضحكوا اليك ولما تتصدق على الناس بالكلام الحلو ربنا يلقاك بالكلام الحلو زي ما انت بتعمل مع الناس في الدنيا ربنا هيعمل معك يوم الايام ايه دي بدي بالزبط هو ربنا خلق الناس كده ليابلوا بعضكم بيه ببعض شوفك انت هتعمل ايه مع خلقه وهتيجي يوم الايام هتلاقي ده معمولك يعني كل اللي انت بتعمله دلوقتي متحضر لك تغفر للناس ربنا يغفر لك تعفو عنهم ربنا ايه فلما المسكين ييجي يقولك حاجة لله تصده بكلام طيب ربنا يسهلك ربنا يفتح عليك ربنا يهديك خلاص حتى لو تجهما عليك اغفر له لو تجهما عليك ايه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ايه الاذى يعني المن الاذى يعني ايه طبعا دلوقتي اصبحت الشحاتة مهنة فانت مش اي حد يجي يقولك لله تروح مديله لا وخصوصا بقى اللي بيشحته في المناطق يعني المحترمة مثلا المناطق حلوة بقى دول مية في مية دول شحتين يعني مخضرمين انما لو شحات بيشحت في حتة يعني غلبانة كده تعرف انه غلباء يعني والشحات متفتكرش انه هو بيتبسط لما تديله فلوس لا مش هي دي اللي بتبسطه اللي بتبسطه اكتر انه انتك تبقى راجل متعلم وراكب عربية وهو شحات وعرف يضحك عليك لحد ما طلعت الفلوس وديتاله هي دي بقى اللي بتبسطه هي دي عقدة النقص اللي عنده ان هو مش زيك انت احسن منه ومع ذلك دحك عليك ولا ما تحكش دحك عليك دي بتبسطه اكتر من الفلوس ان انت بتيه بتداله تخلي بالك ما تديش حد مش شحتين دول حاجة عاوز تدي فلوس ادي للناس اللي انت عارفها والناس اللي انت قال انما شحات اديله كلمة حلوة تفايا عليك كلمة لايه كلمة بكلمة لله ربنا يسايل لك والكلمة الطيبة حسبتلك انك تصدقت بيها صح او لا يعني مش لان انت تصدق بفلوس تصدق بكلمة ايه حلو